أعلنت الشرطة المغربية توقف ستين شخصا في مدينة تنجا وتطوان ضمن عمليات مكافحة المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير النظامية وقالت الشرطة المغربية إن الاعتقالات جاءت على خلفية الاجتباه بتورطهم في فبركة ونشر أخبار مغلوطة تحرض على تنظيم عمليات جماعية للهجرة غير النظامية ورصدت مصالح اليقظة المعلوماتية محتويات رقمية منشورة تحرض بشكل مباشر على اقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق في شمال المغرب وأيضا مناطق أخرى وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية تمكنت من تحديد هويات 13 شخصا متورطين في نشر وتقاسم هذه المحتويات الرقمية في سياق متصل أسفرت عملية أمنية مماثلة في مدينة طنجة عن توقيف 47 مشتبه به مباشرة بعد وصولهم إلى المدينة هذا وتتواصل الأبحاث وتحريات لرصد وتوقيف المحردين على تنفيذ عمليات جماعية للهجرة غير النظامية ومن العاصمة المغربية الرباطية ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيري عادر عادل هل يعني عرف من وراء هذه الشبكات إذا أصح التعبير نعم الأمر يتعلق بحملة استباقية غير مسبوقة تقوم بها السلطات المغربية قبل موعد الخامس عشر من ديسمبر الجاري أيوم الأحد المقبل مجموعة من القاصرين واليافعين والشباب المغربي من داخل وخارج المغرب أطلقوا نداءات عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل أن يتجمعوا في مدينة الفنيدق الصغيرة الواقعة بقرب جيبي سبتة الخادع للسلطات الإسبانية على البحر الأبيض المتوسط إلى الآن لم تصل السلطات المغربية إلى الرأس المدبر إذا كان هناك رأس مدبر أم أن الأمر فقط يتعلق بنداءات تتوالى من طرف الشباب هذه الاعتقالات تأتي في سياق تجفيف هذه النداءات والضرب كما تقول مصدر الحدث بيد من حديد معلومات الحدث هذا المساء تشير إلى أن السلطات المغربية تقوم أيضا باعتقالات واسعة على مستوى بلدة الفنيدق في شمال المغرب وشملت هذه الاعتقالات أيضا مواطنين من الجزائر ومن تونس الذين قدموا بالعشرات من أجل أن يشاركوا في المحاولات الجماعية للهجرة غير القانونية في اتجاه جيب سبتة السلطات المغربية تنتقد التعامل المارن من طرف السلطات الإسبانية التي تسمح للقاصرين عندما يصلون إلى جيب سبتة أو جيب بانيلية الخادعين للسلطات الإسبانية في شمال المغرب بالبقاء كما أن السلطات المغربية لأول مرة تشغل آخر التكنولوجيات الحديثة في الرصد على مستوى الضرك الملكي أو الشرطة المغربية لرصد كل التحركات تابعت ميدانيا على مستوى العاصمة الرباط وعلى مستوى مدينة سلة أن حافلات النقل العام يركبها عشرات اليافعين والقاصرين والشباب الذين تبدو هيئتهم أنهم على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذه المحاولة الجماعية والتي تأتي بعد أن قام عشرات من الشباب في نهاية شهر غشت أغسطس الماضي بمحاولة جماعية المستفيز الآن للمغاربة الذين جزء منهم عبر عن رفضه لهذه المحاولات عبر منصة التواصل الاجتماعي أن أقدمت بعض اليافعات وبعض اليافعين على توثيق مغامرتهم للهجرة غير القانونية وبث هذه المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي في سابقة من نوعها في تاريخ الهجرة غير القانونية في المغرب ما اعتبر من طرف المراقبين استفزازا صريحا وتحريضا والآن نترقب أيضا إمكانية محاكمة بعض المعتقلين الذين من الممكن أن يكونوا الرؤوس المدبرة خصوصا أن السلطات أيضا قامت بجمع كل الملابس المستعملة في السباحة وأيضا كل أدوات من الممكن أن يجري استغلالها في مدن الشمال خصوصا بمدينتي الفنيدق والمديق القريبتين من جيب سبتة والمتواجدتين على الواجهة المتوسطية نعم نعم تحدثت عن سلسلة اعتقالات تحصل هذا المساء وبالتالي بما أنه لم تصل السلطات المغربية بعد إلى الرأس المدبر لهذه الشبكات كما ذكرت هل من الممكن أن يكون هناك مزيد من الاعتقالات للمشتبهين بهم وهل ممكن أن نعرف ما هو محتوى المنشورات التي كانت تحرد على هذه العمليات الجماعية للهجرة غير النظامية على ماذا تتضمن؟ الأمر يتعلق بفيديوهات بسيطة يقول فيها الشباب موعدنا يوم الخامس عشر من سبتمبر في مدينة الفنيدق الحريق مضمون بمعنى أن الهجرة غير القانونية مضمونة أم شباب من مناطق مختلفة من المغرب يتحدثون بعفوية ما أثارني في عملية البحث على منصات التواصل الاجتماعي هو أن مغاربة مقيمين في إسبانيا يقومون أيضا بعملية الحث والتحريض والتشجيع بسلسلة من المقاطع يقولون للمغاربة تعالوا إلى إسبانيا العمل موجود كل شيء سهل ما عليكم فقط سوى أن تحرقوا أي أن تعبروا بطريقة غير قانونية ما تقو به الآن السلطات هو من جهة رصد الشريط الساحلي المتوسطي بعد أن وضعت قبل أيام حواجز حديدية لمنع الشباب من الاقتراب خصوصا أن هذا الشباب يعتبر أن ما تعرفه المنطقة من ظاهرة الضباب الذي ينزل في الأيام الأخيرة من الصيف غطاء يساعدهم على التسلل سباحة لأن المسافة قريبة بين مدينة الفنيدق وجيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية السلطات المغربية تبعد عشرات الشباب وتعيدهم من حيث أتوا وهناك من تقوم باعتقالهم خصوصا أن هناك عمليات استخباراتية تقوم بها السلطات المغربية وعمليات تفتيش لمعرفة ما يسمى بالآي بي الذي هو يحدد مكان إطلاق هذه النداءات أو استخدام جغرافي للهاتف المحمول خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يبثون عشرات مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي فيتحولون إلى محردين خصوصا على منصة تيك توك فيسبوك ويوتيوب ومنهم من يطلق بثا مباشرا والأمر المستفز للرأي العام المغربي خصوصا السكان المحليين الذين ملوا من هذه المحاولات الجماعية التي تحول مدينتهم الهادئة خصوصا الآن في فصل الخريف يعني يعتبرون أن هذه المحاولات تسيء لسمعة المدينة التي تحاول أن تتحول إلى قطب سياحي في جنوب البحر المتوسط هؤلاء الشباب هم يعني يريدون أن يصلوا إلى أوروبا مؤمنون بالحلم الأوروبي ويعتبرون أن جنوب المتوسط ليست فيه فرص هناك أيضا محاولات من جمعيات المجتمع المدني غير الحكومي من أجل تقديم أفكار بديلة وحثم على الاستقرار في المغرب وأن هناك فرص عمل وفرص شغل خصوصا أن شمال المغرب اليوم يعرف أكبر ميناء في إفريقيا ويعرف مناطق صناعية وإنتاجية مفتوحة ولكن هؤلاء اليافعين الذين يفيدون على هذه المنطقة يحاولون على ما يبدو تنفيذ عملية شبيهة بما قام به في العام 2021 عندما نفذوا هجوما كبيرا هناك الآن ضغط كبير يتعرض له المغرب من قبل هؤلاء المهاجرين فيهم مهاجرين غير قانونيين مغاربة ومغاربيين ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكل لديه هدف واحد هو الوصول إلى هذه المدينة الصغيرة مدينة سبتة الخادعة لإسبانيا من العاصمة المغربية الرباط مراسل الحدث عادل زبيري شكرا لك على كل هذه المعطيات جدائ الشيء الزمان 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 الزم oppressed